فاضل كمان خطوة واحدة بس. هنعملها. هنجيب جزء من الخيط. هنقص الخيط. الجزء ده كده. بعد كده هنضمه في قبرة التنظيف برضو. طريقة دي. بعد كده هندكك الخيط في قلب الاسورة بتاعت الجوانتي بالشكل ده كده. هندخل بالطريقة دي كده. بالزبط. شوف مسافة قد دي. مسافة كده صغيرة. واضحة معانا. بعد كده هندخل بالابرة بالشكل ده. وحندككها في وسط الغرز بنفس الطريقة دي. زي ما واضح كده. بالزبط كده. بالطريقة دي. بعد كده. نربط. زي ما انتو شايفين كده. هنعمل في هنكا. بالطريقة دي كده. هتكون شكل الجوانتي للموليد. وده الشكل النهائي للجوانتي. زي ما انتو شايفين شكله جميل جدا. ومناسب جدا للموليد. آآ وانت تقدر تعمليه باي خيط او اي لون اي نسبك. آآ واتمنى يكون شرحي سهل وواضح. وتقدر تنفذيه بكل سهولة. واتمنى التوفيق في كل اللي بقدمه لكم. وياريت يكون فيديو النهاردة عجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك. وشكرا على المتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله.